زخات الأمطار والطقس البارد مستمر خلال أيام القليلة القادمة تفاصيل بعد قليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أصعد الأوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن النهار اليوم استمرت الأجواء الغالبا غائمة والغائمة جزئيا وهطلت زخات من الأمطار في بعض أجزاء من المملكة سواء الشمالية أو الوسطى الجنوبية وحتى الشرقية هذه الأجواء عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر فيها عموم منطقة الشرق الأوسط سواء مصر سواء الجزيرة العربية أو سواء منطقة بلاد أشعر سواء الأقماص طناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم في عموم دول الشرق الأوسط هي عبارة عن حالة واسعة النطاق من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تمركز لمنخفض جوي فوق الشمال البحر الأحمر لاحظوا هذا الالتفاف الغيوم حول مركز هذا المنخفض الجوي هذا المنخفض الجوي هو ما يعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة في عموم بدول الشرق الأوسط سواء فوق مصر سواء فوق منطقة بلاد الشام أو الجزيرة العربية أو حتى العراق تحدث أكثر حول تفاصيل الأمطار المتوقعة خلال أيام القرية القادمة واعتبارا من نهار اليوم يوم السبت تبقى الأحوال جوية غير مستقرة فرصة لهطول زخات من الأمطار في العديد من مناطق المملكة تستمر فرص الأمطار خلال ساعات نهار يوم الأحد تتراجع قليلا مقارنة بيوم السبت لكن تستمر الأجواء باردة بشكل عام أيضا تستمر الرياح الغربية بالهبوب خلال ساعات نهار يوم الاثنين وتستمر الغيوم المنخفضة بالتدفق نحو المملكة وتستمر معها أيضا زخات الأمطار المحلية الطابعة خلال يومي الأحد والاثنين وتستمر حتى يوم الثلاثة والأربعة التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تستمر الأجواء باردة ورطبة بشكل عام مع ضباب واحتمال إزخات من الأمطار 6 درجات مئوية كحرارة مقاسة أما المحسوسة ستكون باردة جدا 3 درجات مئوية فقط الرطوبة مرتفعة بشكل كبير أما الرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة حيث تكون الأجواء أو ننتقل إلى توقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الاثنين نبدوها كعدم المنطقة الشمالية تكون الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في عجلون 13 إلى 8 إربد 14 إلى 8 جرش 13 إلى 8 والمفرق 12 إلى 6 درجات مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء 12 إلى 7 البلقاء 10 إلى 6 عمان 9 إلى 5 مأدب 11 إلى 6 والبحر الميت 19 إلى 15 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 10 إلى 5 الطفيلة 10 إلى 5 أيضا مع فرصة الزخات من الأمطار وأجواء ضبابية الشبك 7 إلى 3 معان 11 إلى 4 واستمر لفرص زخات الأمطار في العقبة مع 19 إلى 13 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 14 إلى 6 الصفاوي 12 إلى 6 وارويشة زخات من الأمطار مع 12 إلى 4 درجة مئوية فقط إلى هنا تنتين نشتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة